طيب مشكلة الحقيقة انتشرت جداً أنا ما عنديش الإحصائية لكن يعني عدد كبير من البيوت بيزيد عددهم كمان في الفترة دي ما عرفش ليه إن الأولاد مشكلة النطق عندهم أو تأخر الكلام يعني الكلام بيبتدي حتى بابا ماما من نقول أول سنة مثلاً من تاني سنة بيبتدي من تاني سنة بيقى جمل بتتقال جمل واضحة في أطفال بيوصلوا لأربع وخمس سنين ولسه عندهم مشكلة قولينا بقى المرض ده توصيفه إيه أو تأخر الكلام أو تأخر النطق عند الأطفال نعم تأخر النطق عند الأطفال أصبح شبح كبير جداً عند أولاد أمور خاصة أن هم دايما بيبقوا خايفين ابني يتأخر في الكلام خايفين يتعطي تحت مظلة التوحد يعني كل أم تبجيالي عندها ابن ما بيتكلمش هو توحد طب يطمنني أنا عايز بس أطمن لو مش توحد أنا حاخد نفس كده ورتاح واللي جاي إن شاء الله سهل عايز أقول يا جماعة معنا أن الطفل تأخر في الكلام أنه هو توحد خلينا نقول كده مقرنة سريعة بين تأخر الكلام وما بين التوحد طفل التوحد ما بيعرفش يتواصل بصرياً ولا يعمل كونتاكت معه أي حد كده بينه وبينه قدامه سمع عليش تانية واحدة بقى دي المواصفات اللي الأم والأب عندهم أطفال ما بيتواصلوش معاهم حضيك بقى يعني دي أول نقطة حنعمل المقرنة دي وقت سوا تمام 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 إبني لو متأخر في الكلام بس بيتواصل معايا بصرياً أطمن ما تخفيش كده هو مش توحد إن شاء الله طيب يعني إيه تواصل بصرياً مع الشغل؟ يعني أنا دينه لما اندهله يبصلي آه دي تاني هدف أنا بيستجيب لي إن ده اسمه لما نادي عليه محمد يجي باصص يعني شايفني ده تاني شيء بيستجيب لي إن ده اسمه حينيه بتيجي في عناية وبيبصلي مش أنا كلمه ألاقيه بصص فوق وبصص في كل اتجاه تمام؟ آه يبقى بيستجيب لي إن ده اسمه بيبدأ يبص للي قدامه وبيتواصل بصرياً دي نقطتين يطمنه أي أم يعني إبني لو ما بيتكلمش نهائي وعنده سنتين بس ما بيستجيب لي إن ده اسمه وبيبصلي أطمن شوية آه ده اسمه تأخر كلام ده مش توحد إن شاء الله إيه كمان ممكن يكون موصفات في الكلام؟ إن هو مثلاً ما بيستخدمش الإماءات والإشارات ما بيشاورش في عالم لوحده ما بيعبرش عن احتياجه لو الطفل بيعبر بالإشارة أو بيمسك إيد ممته وبيروح بيها اللي هو عايزه ده اسمه تواصل يعني ده بيخرج برا إطار التوحد واللهي طب استنى يا دكتور طب إذا حد عنده التانية وبعدهش الأولانية يعني لو حد بياخد ممته من إيده ده اسمه تواصل ويروح للتلاجة أيوه عشان مثلاً يشرب لكن لا يتواصل تنده اسمه ما تنزهش ما تندهش هو ما بيدسش لحد في عينه كمان خالص الحالتين دول موجودين حنتكلم في المواصفات ونقول المواصفات ديت لو متواجد منها كام أطمم جزء تمام ولو متواجدش منها كام أقلق عندي كمان ضحف أو إنعدام التواصل مع الأشخاص لو هو بيبقى موجود وسط أولاد وهو واخد جنبه في عالم لوحده أبدأ أقلق لكن ابني لو ما بيتكلمش بس لما يبقى موجود وسط أطفال بيخش يتفاعل وبيلعب وبيتحرك وبيحاول حتى يندمك قدر الاستعى ده بادرة مطمئنة ما تخفيش هو كده حلو هو كده متأخر كلام محتاج جلسات نطق إن شاء الله هيتحسن عشان الناس دايما بتحطت مظلة إن أي حد ما بيتكلمش ده توحد وده شائع جدا وده نقطة بقى بتخوف كل أولياء الأمور برضو عنده حرقات تكرارية في أطفال التوحد مشهورين بالرفرفة أو اللف حوالين نفسه آآ آآ أما ابني لو هو متأخر في الكلام بس ما عندهوش أي حلقات تكرارية ما بيلفش حوال نفسه أبدأ أطمن أبدأ أقول آآ ده تأخر كلام يبقى تأخر كلام ما بيلفش حوال نفسه ما عندهوش حرقات تكرارية آآ بيتواصل معي بصريا بيستجيب من ده اسمه بيقدر يلعب مع الأولاد كل دي أشياء مطمئنة تبدأ تقول لي آآ دي بوادر خير آآ أما لو ابني عنده مشاكل دية برضو بنسبة لازم أروح للأخصائي وبدأ أقوله في حصولي شوف لي الولد إيه بس عايزة أقول يا جماعة كل شيء دلوقتي ليحلك كل شيء لا يطمن حضرتك ما فيش حاجة دلوقتي يسمعه مستحيل بيجينا أطفال يعني توحد جديد وربنا سبحانه وتعالى بيكرمنا جدا معاهم وبنبدأ أن نخلص معهم برامج الأدوات اللي هم نشتغل بها حاليا غير زمان كل يوم في جديد في العلم والبحث العلمي دلوقتي زايد جدا في هذا المجال ومطمئن بدرجة كتير طب إحنا برضو عايزين أنا بأخواتنا أرقام تليفون دكتور دي فيه أرقام الأمارات وفيه أرقام مصر من داخل مصر وخارج مصر اللي عايز يتواصل مع دكتور يعني في الإمارات أو في أي دول الخليج يعني وأرقام مصر برضو هنحطها فهنصورها واللي بيطمئني الجملة اللي دكتور قالها إن شاء الله مفيش حاجة مالهاجة